أهلاً أهلاً بحضراتكم. خلينا ونحن نتابع مع حضراتكم الشأن وما يحدث في قطاع غزة. ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة والحياة المصريون يقفون خلف القيادة السياسية في هذه القضية. وأيضاً دائماناً بما قدمته القيادة السياسية من رأي حازم من رؤى مستقيمة من رؤى واضحة طول الوقت. القيادة السياسية المصرية الحقيقة كانت واضحة ومباشرة. وطول الوقت شاهدنا جميعاً القمم التي كانت موجودة سواء في مصر أو خارج مصر. شاهدنا رئيس عبدالفتاح السيسي وهو يكلم العالم بشكل أكمل عن هذه القضية وما يحدث. وما المفروض أن يقوم به النظم العالمية. وأن الجميع يتحمل هذه المسؤولية. مصر كانت واضحة طول الوقت. سياسة واضحة خط مستقيم. الأمن القومي المصري كان خط أحمر. وكان السيد الرئيس الحقيقة واضح حازم منذ اليوم الأول في هذه القضية. الدعم الشعبي الحقيقة خلف القيادة السياسية. كان نتيجة هذه الرؤية الواضحة والحزم والاهتمام والدعم والمساندة لقطاع غزة. وأيضاً الاهتمام بالشأن المصري. وبأن الأمن المصري خط أحمر. يمكن كمان حضراتكم متابعين بأنه الدعم الشعبي في الشارع المصري كله بيقف على كلمة واحدة. الجميع متحد خلف هذه القيادة السياسية. وأيضاً إذا تركنا الشارع المصري وروحنا مثلاً لمجلس النواب. فحنلاقي أن مجلس النواب كمان طول الوقت الحقيقة خلف القيادة السياسية. لما قدمته من رؤى واضحة وحازمة سواء للمنطقة العربية أو للعالم بشكل عام. يعني شرح وضع مصر وشرح ما يحدث في قطاع غزة. والمساندة التي تقدمها مصر لأهالينا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب. وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. ومصر تناشد العالم كله خاصة بعد الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني. وأكيد وقف المساعدات. لكن كنا كلنا بنتابع أيضا بأن القيادة السياسية المصرية كانت طول الوقت تقدم هذه المساندة والمساعدة. ليس فقط من معبر رفح. ولكن أيضا كان فيه مساعدات وإنزال جوي لأهالينا في قطاع غزة. حتى يعني يتم المساعدة والمساندة طول الوقت بكافة الجوانب. كمان شفنا مع حضراتكم أيضا الأحزاب المصرية. كل الأحزاب سواء الأحزاب التي هي مع القيادة السياسية أو حتى الأحزاب المعارضة. الجميع اتفق على كلمة واحدة. والجميع خلف القيادة السياسية طول الوقت. يعني ما قدمه الحقيقة الدعم الشعبي وواضح. الجميع يقف في كلمة واحدة. والجميع يقف خلف القيادة السياسية بشكل واضح جدا.